كده على طول تسلم إيدك تسلمي يا حبيب ده بيتك طبعاً يازم تتعبي فيه على فكرة بقى والله بنت لسه في بالي مبالح وانت كمان والله يا ماما وعايزة أجيلك من مدلولة انك كنتي مسافرة اه مسافرة بس لما عرفت من يوسف انك جيت وانك تعبانا شوية قلت لا ما بديهاش بقى لازم أجيلك على طول طب منين يا ماما الدكتور قال لك ايه؟ الدكتور اه الدكتور قال لي شوية تتعب وإرهاقك من السفر معلش الحمد لله فضالي يا حبيب فضالي استني ملبسك الشوطة على هم رام أنا وانت أصحى ومش كده؟ طبعاً عايزة أطلب منك طلب صغير قد كده العيال اللي هنا الوحشين دول قوعة تكرر الكلام اللي قالوا عشان ده كلام وحش مش هتقول للماما؟ خلاص؟ خلاص خلاص قلّ خلاص كده وكده خلاص خلاص يقول جا ما انا مامي يا روحي واحسيني يا رب وأحسيني يا رب وحسيني يا رب ساكا يا سمايا الحمد لله يا ربي بس ميكونش تعابك تعابني دا كمالي عليا لبيت ما تأخرهوش عليا والنبيت قبلك يا حبيبيتي يا رب اني شاء الله احنا مش ينفع نفضل وقفين كده لازم تاكليلك لقمة فوق لا إن شاء الله المرة الجاية خلاص بقى آآ بقولتك إيه إنت تعرفي بيت يوسف فيه بيت يوسف هنا في حاجة؟ آآ يعني عايزة تروحي يعني طب تعالي واد زيانا أحلى عناية ست القل خلي بالك من عربية الستة هنا في عناك عشان خاطر يا ماما احكيي عن كل حاجة بيحبها يوسف فأكله في شربه في طريقة نومه في توضيبة هدومه في الدولاب كل حاجة كل حاجة والله إنتي بنتي حلال يا نانسين الستة اللي فصل على جوزة هكي ده وتتقص عليه تبقى بنتو أصول عايزة تحفظ عليه بس لي ما خبيش عليك يا ماما في الأول كنت حاسة إن يوسف مبسوط معايا في الجواز بعد ده مش حارفة إلا حصل تغير فجأة كل الرجالة كده يا حبيبتي أكيب بس كتر المسؤوليات اللي عليها يمكن أهوه لأ خليك إنتي يا مامس رايح قدل أن تفتح إيه ده خالد يا ماما انت عايي حبيبتي تبس لان معايا ضيوف أهوه 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 مساء الخير مساء الخير يا طنط أهوه 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 زي حضرتك الحمد لله أهوه مراده مراده ده إيه وماليها بني انت لأخرا مراده يا فرحتك يا غالتي قاله هو إيه روى صحبي ان انت حكيته ده كله حزن طبعا اسمح ليش هديب وأنت إيه اللي مأكد لك إن الشنرالي هو اللي عمل كده؟ جري أمين وعنش تغلها مع حد غيره طب يعني إلي ما يكونش السن؟ ما أكيد ما قاير منك شان طلعته عره قدام الراجل في آخر حاجة طلبها منك السن ده الكلب بتاعه ما قدرش إيز يجريه غير بإذن منه بعدين أمين سن شنرالي ما بقتش فرقة خلاص أمين راحت يا صاحبي كل حاجة راحت كل حاجة في الدنيا تمنيتها حصلت لي بس إذا قطير محط قدامك ويركز ويتطمين لك وفجأة طلع في العواء طلع إيه طار طار يا صاحبي فيش حاجة طارت بس إنت حاولت لي وسبعة كلاهو يا شاميمي أحاول تاني وأجر بس أحاول في إيه في الفلوس ولا في السفر ولا في أمينة ولا في إيه بالزبط بعمل حاجة بتعملش ده سماح بتقفلش الباب عليك وديس سماح فاكر اللي بتعمل كده إن هي تحزد نفسها بالعافية بتعمل كده عشان تصعب علي مان يا ديب لو أنا اللي تكلمت عصب على الدنيا كلها نفسك في العيال أميمي نفسي في العيال أنت اللي بتسلى ديب منتاك تراحت في الدنيا عارف اللي بواي وعارف أنت نفسي في العيال وما صاحبي وما تضعش كل حاجة منك وما حاولتاني وكلمها وما حاضرني أحاولتاني أنت بتقولي إيه؟ أنت كدابة على فكرة أنا مش فاهمة حاجة من اللي أنت بتقولي ده وليه ما تكونيش أنت الكدابة عشان متأكدة أن يوسف مستحيل يعرف واحدة علي مش يتجوز علي يوسف متجوزني بقى له شهر وأصحابه وديب ووري شاهدوا على الجواز كمان أنت مين يا ستنتي أنا عايزة أعرف أنت مين بس يا ديحة تغالي حاني بلت الشمي باشا ليوسف مش تغرب آه قولي كده بقى تستغليه وتعمليه عليه كماشة إنتي وأبوكي وتستغلوا فقره؟ لا يا حبيبتي ده بعدكم أنا موجودة وأنا وقفة جنبه وهكبره وهيكبر المطعم وهيبقى أغنى منكم كمان فلوس إيه وجلال إيه بتكلميه على إيه ده؟ يوسف يا حلوة لما تجوزني ما كانش بيفكر في فلوس يوسف اتجوزني عشان بيحبني ومبسوط معي ومرتاح ولو حصل يعني وتجوزك زي ما أنت بتقولي يبقى أكيد في حاجة كبيرة قوي هي اللي خليته يعمل حاج زي دي لعلمة بقى ما فيش حد ضد اليوسف اللي أنا أديت وله ولعلمة بقى استحالها يسيبني وروحي تجوز واحدة تانية وعلى فكرة بقى أنا مش مصدقي خالص هي دي الحقيقة صدقيها وعيشيها ورغم من أنا مش مصدق ولا كلمة اللي انت بتقوليها دي لكن برضو لو دي الحقيقة أنا بطلب مني الحاجة واحدة بس إيه بعد عنه؟ سيبي خليه هو يختار وخليه هو اللي يفكر عارفة ليه؟ عشان متأكدة أن يوسف حتى لو سبني وراحي لوحدة تانية مش هيخدك انتي عشان العيب فيك انتي مش في حد تانية انتي يا ليلة لا 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 بالراحة كده بقولك يا خالت تكلملنا يوسف بقى ومش تليلت دي فيها ايه؟ أنا لازمت انا مش مصدق أنا مش مصدق لا انا مش مش مصدق مش مش مصدق يا ابني يا ابني السجون يهوم الترابيسة بنطف والحاجة تتشال وعتي رعوا ربنا في اكل عشكوا بقى في ايه؟ ايه ايه يوسف ايه يوسف ايه ايه يوسف انا ندين ندين تي فين يا ندين انا عند مقتك في البيت وفي واحدة مجنونة بتقول انها امراتك واحدة مين دي؟ بنت الشيمي اللي انت بتشتغل عنه غالية؟ ايه غالية يوسف هيا غالية رد علي قوللي انها مجنونا قوللي انها كدامة صح? انت مش بتجوزها صح؟ هات التليفون ده قولي انها بس بطول كده بس عشان عايزة تضحك عليك يعني عايزة عايزة تستغلك يا هاد عايزة تضحك عليك بفنوسها صح؟ رد علي يا يوسف قولي انها مجنونا رد علي ايه ايه bib movedо ها بدي هيخ تتكلمة رد علي عشان خطري عشان خطري يا يوسف رد علي رد علي يا يوسف روض عميتي يا حبابتي يووزه روض عميتي بس يا حبابتي بس بس بس... أهدي بس بس... بس أنه دي حبابتي أهدي أهدي أه يا يوسف أنا مستنياك في البيت منك لله منك لله بس يا حبابتي تعال يا عد تعال 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 عد بس ساعتك برضو يعني ما كانش المفروض انها تنشف انها ما هنعمل ايه ايه اللي جابت من نفسها عرف ساعتك احنا لما روحنا رئيس تحريد اللي كانت شغالها معاه اكتشفنا ان الراجل كان رافض انه اشري من الاساس مش عايز يجيب لي نفسه مشاكل وده السبب اللي خليها تسيبك ونعم عنو اسلوبة جذابه الموضوع لطيف يستهل بنشر يعني شاعتك نلغي ولا اهل الموضوع يستهل التضحية في عمل في الدنيا يستهل من الانسان وضحي بنفسه عشانه يمكن لو كان الموضوع ضحي بنشر وتعملوا البروباجندة المناسبة كان يبقى للتضحية ايه ما كان يتبقى بوطر للأسف لا فيش حد هيعرف يضحك بنفسه لئيه هو عشاعة ده من دقيق لها يعني قيمة الانسان بتتحدد بيمة الهدف اللي بيضحها عشانه لا يسيب يبقى الانسان عنده طموح على الله هي بقى لها قيمة بعد موت اتمنى